مضى يوماً منذ انطلاق مشاورات السوكهولم في قلعة جوهنسبيرج بشمال العاصمة السويدية وسط تغطية إعلامية مكثفة ورقابة دولية لن تضمن على ما يبدو مضي الأطراف نحو الأهداف النهائية للسلام تهدف هذه المشاورات وفقاً للمبعوث الأمومي إلى اليمن مارتن غريفث إلى التوافق حول إطار ناظم للمفاوضات المفترض أن تنطلق ما أن تنتهي هذه المشاورات غير المباشرة في إقرار هذا الإطار وذلك للبحث في قضايا الحل الأساسية وفي مقدمها تنفيذ الحوثيين لقرارة الشرعية الدولية فيما يخص الانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء آثار الإنقلاب ومن ثم المضي نحو تنفيذ الشق السياسي المتصل بتشكيل حكومة وفاقاً وطني تدير مرحلة انتقالية تنتهي إلى انتخابة رئاسية معامة لا يبدو أن الطرفين جاهزان للتوصل إلى توافق بشأن أكثر نقاط المفاوضات المقبلة تعقيداً ما قد يعطي القدرة هذه المشاورات على التوصل إلى تصميم إطار متفق عليه لهذه المفاوضات على نحو أن يقبض آمان المبعوث الدولي والأطراف الدولية التي ترغب على ما يبدو في دفع الأطراف إلى إنجاز تحول جوهري في مسار الحل السلمي للأزمة والحرب في اليمن حتى هذه اللحظة لا تزال مهمة الوفدين تنصب حول نقاط متصلة بخطوات بناء ثقة والتي تشمل التوصل إلى إقرار آلية لتنفيذ الاتفاق الشامل لتبادل الأسرى والمعتقلين والذي سبق وأن وقع عليه الطرفان وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كافة مناطق البلاد وتشمل هذه النقاط أيضا الوضع العسكري في مدينة الحديدة وتسليم الحوثيين لميناء المدينة وفك الحصار الذي يفرضونه على مدينة تعز ومسألة توريد الأموال إلى البنك المركز بعدا وصرف المرتبات للموظفين الذين يعملون في مرافق ومؤسسات خاضعة للميليشيا بالإضافة إلى إعادة الرحلات إلى مطار صنعاء ويبدل مراقبون شكوكهم إذا أجدية الحوثيين في الذهب إلى أبعد من تنفيذ بعض هذه النقاط في ظل إصرارهم على عدم تسليم الحديدة ومينائها إلى الحكومة ودافع هذا القلق يأتي من كون خطوات بناء الثقة قد صممت لحماية سلطة الأمر الواقع التي أسسها الحوثيون في محافظات شمال البلاد الواقعة تحت سيطرتهم منذ انقلاب 21 سبتمبر عام 2014